قالت رئيسة رابطة أمهات المختطفين أمت السلام الحاج إن قضية المختطفين والمخفين قسرا قضية إنسانية لا تقضع للمزايدات السياسية وأكدت الحاج إن تجاهل السلطات المتعاقبة في عدن لقضية المخفين قسرا سبب معاناة كبيرة لأمهاتهم وذويهم وأوضحت بأن وقوف أمهات أسر المختطفين والمخفين ومتابعتهم لمختلف الجهات ما هي إلا صورة من صور تلك المعاناة وأشارت رئيسة رابطة أمهات المختطفين لأن التجاهل الرسمي لقضية المخفين يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي تنص على أهمية معرفة الأهالي مصير أبنائهم وحملت السلطات المسئولية الكاملة عن ذلك وأشددت الحاج على ضرورة توحيد الجهود وتكاتف العمل بين الرابطة والأسر حتى تتحقق حرية المعتقلين ويخرجون من السجون دون شرط أو قيل إلى ذلك قالت الناشطة الحقوقية هدى الصراري إن ثمانية وثلاثين معتقلا في سجن بئر أحمد اختفت أخبارهم تماما بينهم معتقلون يرجح أنهم تعرضوا للتصفية الجسدية وأوضحت الصراري في تصريح للمصدر أولاين إن عددا من المعتقلين نقلوا إلى مدينة عصب في إيرتيريا التي تتمركز فيها قوات إماراتية وأكدت الصراري تعرض معتقلين للتصفية إذ أن عددا منهم تسلمت عائلاتهم جثاثهم بينهم أصيل ناجي من أبناء محافظة لحج ترجمة نانسي قنقر